بفيش انتاج من غير استثمار وما فيش استثمار من غير تمويل الفلاح عشان يزرع أرضه محتاج تمويل مباشر يروح منه جزء للتقاوي جزء للأسمدة جزء المبيدات وكان عادة التمويل مرتبط ببنك الاقتمان الزراعي اللي سمي مؤخرا بالبنك الزراعي واللي بيخضع لعملية تطوير كبيرة لكن هل البنك الزراعي حاليا بيقوم بدور مؤثر في حياة الفلاح؟ البنك الزراعي قايم بدوره ولا هو بنك استثماري زي أي بنك؟ البنك استثماري وأنا عايز أقول لك لما يكون البنك الزراعي وهو البنك الزراعي الأيمن والأيصر للوزارة الزراع ويبقى فيه إدارة مخاطر تعتبر الزراع مخاطرة ده شيء أنا لأ أكبره أولا بصراحة بعد تحويل البنك الزراعي للبنك الزراع المصري بعد ما كان اسمه بنك التسليف وبنك الاهتمان وكان بيستلف الفلاحين المعاملة معه قلت دلقة بالنسبة للفلاحين يعني الفلاحين دي المعرضة للسجن ويعاد هيكلة الموضوع من جديد لأن أنا شايف حتى القروض اللي تديها الدولة دلوقتي عشان تنفع فيها المزارع الزغير ما بتوصلش إلى المزارع الزغير على سبيل المثال مثلا البتيلو لو إحنا حطينا كم خمسين مليار وبصوا لقى يا جماعة الكبار اللي عندهم مزارع كبيرة بياخدوا النسبة الكبيرة والمزارع الزغير البنك نفسه بيش عايز يتعامل معها لأنه بدل ما يتعامل مع عشرين واحد عايز يتعامل مع واحد بس ده أسأله لك المفروض يبقى البنك المركزي يلزم البنك المصري إنه هو يدي لصغار المزارعين ويدي كروض صغيرة فكرة بنك الاقتمال الزراعي أو إقراض الفلاح المنظومة دي ماشية صح؟ ما فيش طبعا البنك الاقتمال فايده عالية جدا إلا بعض القروض معينة اللي هي بتاعة المواشية أو حاجات زي كده لكن فايدته عالية زي وزي هي بانك تجاري لا هو طبعا مش شايف له مرضود مش شايف له إضافة للناتج الزراعي في مصري ولذلك هو حتى بقى اسمه البنك الزراعي معاتش يعني بقى تابع البنك المركزي مش تابع وزارة الزراعي فيه دلوقت المبادرة من البنك المركزي بتتأخذ من البنك الزراعي المصري أو من البنك الأهلي بخمسة في المئة فقط لغير وعلى فترات طويلة جدا اللي فلاح مش أحس بيه معلوماتي إن فيه قيادة جديدة للبنك الزراعي خطة ضخمة جدا لتطوير أعمال البنك هل بدأت تقتي سمرها أو بدأت تحسوا بحاجة أو لسه ما فيش جديد؟ احنا طبعا أول كان الرئيس البنك طبعا زي ما عند حضرتك عارف وزير الحالي فيحنا طبعا كان رأي الإدارة كان مية مية فليجيه دلوقتي يعني احنا نتمنى إنه يكون أفضل ويهتم من موضوع الفلاح أكتر لأن البنك الزراعي المصري ده مش لازم يخليه بنك يعتبر عايز يكسب البنك ده المفروض يخدم الفلاح يخدم الزراعة لأن احنا في أشد الحاجة إن الفلاح يلاقي ممول ليه بدل التاجر لأن التاجر بيستغل الفلاح ويحتكره لأن دلوقتي الرجل بيروح سوق العبور ياخد من تاجر عشر عشرين ألف جنيه يجيب له الطماطم مثلا من سواج أو المينيا لغاية هنا على أساس إنه هو مجبر لو ما يبلوش يتحبس